الحمد لله وكفى وصلوات ربي وسلامه على عباده الذين اصطفاء أحبتي الكرام ها نحن مع حلقة مباركة ميمونة على قناتكم أنفاس بريس سنحاول في هذه الحلقة المباركة أننا نتكلم بحد الموضوع وحاولت أن نتكلم بحد الموضوع بالدارجة بشكل إفادة إن شاء الله عامة وشاملة الحباب دينا الكثير من الناس يصموا رمضان وما يصليوش حلما نقولوش بأن الذي لا يصلي ويصوم أجره باطل لا حاش لله تعالى بل إن علماء المالكية قالوا بأن الذي يصوم ولا يصلي أجره ناقص أجره ناقص ولكن إن شاء الله التواب دينا عند الله تعالى ولكن الحباب دينا هل من المعقول أن نصوم ولا نصلي أن نصوم ولا نحقق المقصد الأساسي هو أننا نصليه ورمضان كانت تكون في صلاة التراويح وتكون في الحمد لله قراءات القرآن ونقرأ القرآن في التهجد ونقرأ في التراويح ونقرأ في الصلاة الخمس فمن العيب أحبة الكرام أن نصوم ولا نصلي تأدبا مع الله تعالى الصلاة هي صلة بين العبد وربه بها تكون هناك صلة قوية مدجسدة مع الله تعالى ويتلوها الصوم ولذلك أحبة الكرام قال النبي عليه الصلاة والسلام أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة أول حاجة كي تسأل الإنسان مني كيموت هي السلق وما كتسألش أولا على الصوم نعطيكم من المثال ولله المثال الأعلى مني كان نمشيوا مثلا نسافروا كانوا يكونوا غادية في المطار وكان نقفوا قدام الموظف أول وثيقة كانت جبدوك نحط قدام الموظف وجواز صفر والفاسبور الجواز ذيانا أحبة الكرام هي الصلاة فإن صلحت أو في رواية أخرى فإن صلحت فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله ولذلك الحباب ديانا لماذا نختارين هذا الموضوع ديال الصلاة لعظامها وحد الأمر ليس بالهيين وقد تعرفون أحبة الكرام بأن قصة الصلاة والأمر ديالها وهي متفتفردات أرى ليس أحد الأمر سهل وإنما أمر عظيم فوردت في السماوات السبع وفوردت لتل إسرائي والمعراج عندما أسر بالنبي عليه الصلاة والسلام فالله تعالى فرض على نبينا وعلينا أمتا محمد خمسين صلاة في الأول فسيدنا محمد ونزلت لقم على سيدنا موسى فقال لح pea كم فرض عليك ربك قال لي خمسون صلاة فقال لي سيدنا موسى اذهب إلى الله وسل له التخفيف قل يا ربي انقص علي يا شويا فإني قد جربت وبان إسرائيل فلم يطلقوا ذلك ما يقضوش أنا جربت لقوم ذي لي سيدنا محمد عد إلى الله تعالى يا ربي أسألك التخفيف فقال هي ربعين ع Servicee سيدنا محمد نزلت لقم على سيدنا موسى قال لي كام قال لي ثلاثون قال لي أربعون قال لي قل لي نصلح لك شوية مشاعر الله تعالى بقيت كترجع لثلاثين عشرين عشر فتبتت في خمس سيدنا محمد وطلق مع سيدنا موسى كذلك قال لي كم فرض عليك ربك قال لي رخمسة قال لي اذهب إليه وصير تخفيف فقال له النبي عليه الصلاة والسلام الرحمة المهدات والنعمة المزدات إني لأستحي من ربي إني لأستحي من ربي فنادى مناد أن يا محمد هي في العمل خمس وفي الأجر خمسون شوف هذا الفضل العظيم الذي اختص الله تعالى به أمة محمد إذن أحبتك يا رام هدف من يخص الصلاة كذلك من فضل الصلاة أنها راحة للقلب راحة للقلب والذي كان النبي عليه الصلاة والسلام تقول سيدنا بلال أرحنا بها يا بلال أرحنا بها يا بلال كذلك الصلاة تفتح أبواب الرزق تفتح أبواب الرزق وتوسع على المصلي فالله تعالى يرزقك بالصلاة كذلك الصلاة أحبة الكرام تنور طريق صاحبها الذي يصلي يحس بأن طريقه منورة طريقه متسعة طريقه فيها خير والبركات ولديك تقول النبي عليه الصلاة والسلام من قام الليلة والناس نيام دخل الجنة بسلام أحبة كرام هذا فيما يخص فضل الصلاة فماذا عن الذي لا يصلي أحباب دينا لا بد أن تكلمون خوفوا بعد دينا لأن في الدين دينا هناك ترغيب وهناك ترغيب هناك ترغيب وهناك ترغيب وهناك جنة وهناك نار أول هذه العواقب وسوء الخاتمة والعيشة الضنك والعياذ بالله قال الله تعالى ومن عرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى المصيبة الثانية أحبة الكرام هو موعود الذي لا يصلي موعود بوادي في نار الجهنم والعياذ بالله قال الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون قال ابن عباس ويل ووادي في جهنم والعياذ بالله أحبة الكرام ونحن في شهر رمضان شهر الخيرات شهر الرحمات على المؤمن على المسلم أن يجمع أبنائه من حوله والآن كنا في فترة دي الحجر السحي منو أن نخرج مسجد مقفلة نصلي مع ولداتي الآن الحمد للولاة المقرأة يعني ممكن ندير مقرأة ونحط على المصحف ونصلي بالأهل ديالي وولداتي ديالي ومن معي في البيت أحبة الكرام لماذا؟ لأن الصلاة علينا أن نجعل أبنائنا أمامهم نكون قدوة في جانب الصلاة الأبناء يسجلون ما نقوم به قال الله تعالى وامره لك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى إذن كذلك هذه الآية جواب على أن الصلاة بسببها الإنسان الإنسان يرزق أحبة الكرام الموطوع يعني لن تكفي حلقة أو حلقة لموضوع الصلاة وقيمتها وأجرها ومرتبتها يعني في الدنيا والآخرة إلى هذا الحد أسأل علي القدير أن يبارك لي ولكم في القرآن العظيم وفي سنة سيد الأنبياء والمرسلين اللهم يا ربي اللهم يا ربي اللهم يا ربي تبتنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب تبت قلوبنا على دينك اللهم يا ربي إنك تعلم أمراضنا فاشفها وتعلم عيوبنا فاسترها وتعلم ذنوبنا فاغفرها وتعلم حاجاتنا فقاضها وتعلم أعداءنا فاللهم أقنا شرهم اللهم أخرجنا بين أيديهم سالمين غالمين غير ضالين ولا ضارين ولا مضلين برحمتك رحمة رحمة يا رب العالمين وصل الله وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة